بعد ثورة تشرين والتي تتناسب مع حجم الطموحات تقول لي قانون الانتخابات أقول لك بازانا لدينا شك في هذا القانون وبدليل فيكم من الشرفاء وأنا أقول في كل مكان من العراق ومنالك الشرفاء حتى في العملية السياسية ولذلك أنا قلت وأكرر خطابي للفاسدين فيكم من النواب من طالب سحب القانون حتى يعاد النظر به لأنه فيه الكثيرون ماكو استجوابات والسنتين اللي مرت بتاريخ العملية السياسية وفي عمر هذا البرلمان سنوات لم تمر في حياة العراقية لأنه عدنا عشرات الآلاف من الجرحى قتلوا على يد أجهزة أمنية وعلى الميليشيات وسلاح منفلت ولدينا آلاف الشهداء ولدينا أموال شرقة ولدينا آليات تم اعتمادها في التعامل مع الأزمة المالية وعندما تقول لي ليش يا ولد أقول لك أحيلك إلى 2014 إذا تقول للنفط 30 أقول لك بالـ 2014 صار عشرين وبالـ 2014 شارت أكو حرب بسيحنا نتذكر وهذا هو ليس موقفاً حكومياً لا هذا موقفاً شعبياً قفاً شعبياً لما رحنا جبنا جبناها وجتويانا نحن شلنا سلاحنا ولدنا شالها وسلاحهم الشرفاء شالها وسلاحهم بفتوى ورجعناها ومع هذا لم يكن هناك برلمان عندما متناسب مع أن يواجه أزمة أزمة مالية وأزمة يتعاركون مع الكاظمي لا نوقف قانون الاقتراب يابا توقفون قانون الاقتراب ماذا سنفعلون؟ نلجأ إلى تفعيل كذا يابا وانا نفعل المنافذ الولد والأحزاب قاعدين هنا من أروح للقمارك هم لازمين هنا من أروح للمالية هم لازمين هنا أروح للمصرف هم لازمين هنا البنوق هم مزاد العملة هم الحزب هم الكارتل هم طالما لا تمتلك قدرة على تنظيف نفسك أنت بالذات لا تستطيع أن تبني سنتيمتر واحد بالعراق لذلك كل هاي الفلوس اللي دخلت العراق وكل هاي الثورة المالية التي حصلت نتيجة لارتفاع واردات النفط روحوا شوفوا الخليج السوا بيها روحوا شوفوا دول العالم نمت هذه المبالغ والفلوس قاموا الذب بفلوس إلا آل قمنا نقص من جلودنا ونبيعوا ناكل وما ظل شيء بهذا البلد إن شاء الله الولد والزعماء والقادة ما باعوه ما بيكون واحد يقعد في اليوم من الأيام من يأكل ويا عائلته من يقعد ويا مرته من يشوف هذا الشعب على شاشات التلفزيون ما يوجع قلبه حس ما لازم انتقائد يا أخي مرة وحدة مرة وحدة مرة وحدة عيش شريف مرة وحدة صير شريف وتفاعل مع مطلوبية الناس شبيه الشرف ليش يبزز شوف معاناة أهلك شوف السوشيال ميديا يا أخي خل قلبك يلشبك مرة على أم هاي ذاك اليوم تنعى على وليته أثناء السنة طفل طلع للتظاهرات جابوا لبنها لما تسأل المسؤول والله نحن ندين هذه الممارسات وهذه التصرفات وأن التظاهرات حق مكفول للشعب وأن هذه التعديات ويجب أن نشكل لجدة تحقيقية ونحن نتعاطف ورحمه الله وسيكون الخبن هذا شنال خرط هذا ما مليته من هاي الأسطوانة أقول لك انذبح من الوريد للوريد دقيت عليهم ببغداد دقيت عليهم بالبصر دقيت عليهم بالناصرية دقيت عليهم بالسماء سويت مقابر جماعية سلبتوا كتلتوا وما انكسرت عينكم لأنكم أوغلتم بالدم لأنكم لا تكون العيش خارج هذه المستنقعات وراها الله يرضك وسيأتي هذا اليوم الذي سنقف وإياكم يوم ترفع الظلمات أمام الله سبحانه وتعالى ما حد نفكر بهاي اللحظة ما هو راح نصير وراح توديهن وراح تصرفهن وراح تنفقهن لأن انت ما جبتهم بالحلال انت لو جايبهم بالحلال والدينار يحرق قلبك أو جايب مشلوع قلبك عليه والله ما ذبهنا وهنا بس بالعافية على الحبايب وبالعافية على الأخباهم وبالعافية على الإشتراكم وبالعافية على الباعيكم وبالعافية وبالعافية لكنكم كلكم إليها واردون وNTوا شفتوا شفتوا الناصرية وشفت البن نجف وشفت البغداد أنا من أسولف أنا بظهري شعب أنا مو مرتزق أنا ما نباع أنا ما نشرا أنا ما ارتشي أنا ما أكون عبد عدسين وصاد وأيضاً للي ما لدي اسمع أنا لا أحمل خطاب هذا ولا أحمل خطاب ذاك أنا أحمل خطاباً عراقياً مغموساً بالدماء واللي يعد غير هذا الكلام ويقول أنا سلمتك أنا نطيتك إذا كان رجلاً يقعد هنا هذا مو بسانع شي أمهات تعلمتنا إبهات تعلمونا شعبنا علمنا لما نقول أرفع راسك أنت عراقي نعني بالعراقيين لكن أنا أسنب نباشر أقول لي لمسؤول فاسد أقول لي أرفع راسك لأن شو تعدك راس حتى ترفعه لأنه عدك راس بمعنى به عقل أن تفكر من يمتلك عقل يبيع أهله من يمتلك عقل يبيع شرفه من يمتلك عقل يبيع مبدأه وذلني من باعتهن ذلني من باعتهن إيش جبت من مكانهن طوك فلوس سويت بالفلوس سويت بالفلوس قلتوا حتى على الله ضحكتوا تردون الضحكون أنت تبوك بنا وتروح للحجب بنا معقولة لا تحترمون الله ولا تحترمون بشر ولا تحترمون إنسان وبعدين هذا حتى وأن كنتم عشتوا في محرومية وحتى أن كنتم عشتوا في ظلم لكن الظلم لا يدعو أن تكون ظالم ما يدعوك أن تكون ظالم تخدعون الله وتخدعون السماء وتخدعون أنفسكم وتخدعون شعبكم وعلى حتى هذه اللحظة ما انكسر خاطركم على هذا الشعب أنا كنت مضطر مشاهدي الكرام أنا أعيش معكم هذه الخمسين دقيقة على أمل أن يأتي ضيفي لهذه الحلقة ولكن أنا قلت لكم ما تعودت أحتي بظهر الآخرين لأنه تعودت هنع اللمونا بالوجه بس أقول لك مع الأسف وراح أقول له تسوى العتب تشاعات بيتك